المزمور الأولاني يعتبر منهج حياة يعني الكنيسة بتحطه لنا أولا في بداية كل يوم عشان الإنسان يفتكرني ده منهج حياته إنه إنسان مخلوق إنه يعمل شركة مع الله مش شركة مع الشيطان وبالتالي بتحطه قدامه كل النقطة أنت قلتيها أما قصة أعمل إيه هو المزمور ما يقصدش أني ياخد الإنسان من العالم زي السيد المسيح لما قال كده أيها الأب لست أسألك أن تأخذهم من العالم ولكن أن تحفظهم من الشرير فالمقصود إنه ما يقافش في طريق الأشرار إنه يندمج معهم هي دي فكرة الاندماج لكن ممكن واحد يبقى في شغله زميله مثلا ربما يكون فيهم كويس فيهم المش كويس ربما يكون في جيران وهكذا فمش معنى كده أنه هيقاطع الناس لكن لا يندمج في أفكارهم ومشهوراتهم ولا يندمج في سلوكياتهم لكن ممكن يتواجد معهم ويحافظ على منهجه الروحي اللي المزمور ألهله عشان كده الكنيسة دايما بتفكروا به كل يوم الصبح في بداية تعاملاته اليومية حقيقة الأشرار مش بيظهروا كده مرة واحدة في حياتنا بيبقى فيه زي تسلسل كده يعني حبة بحبة وأحيانا كتير ما بنبقاش حاسين بمشهورة الأشرار إزاي يكون عندنا روح الحكمة وروح الإفراز نقدر نميز بين الخير والشر نقدر نميز بين الناس الحلوة اللي تقربنا لربنا والناس اللي بتبايدنا عنه سؤال الجميل بس أنا التقط فيه سؤالين مش سؤال واحد يعني السؤال الأولاني إزاي نميز السؤال التاني التصرب أو يعني التغلغ الفكر أو دي نقطة تانية نفكر فيها لكن نمرأ واحد التمييز أي فكر يتقلي أو أي مشورة تتقلي أنا لازم أصفيها زي الغربال كده لما الواحد بيجيبه وبينخل حاجة فيه حاجات إيش اللي بيقع وفيه الحاجة النقية الثمرة الأساسية بتبقى موجودة فالإنسان لازم يعمل المصفة دي يصفي الفكرة ويقارنها باللي قاله كتاب المقدس بمعنى يعني مثلا واحد جيء الداني مشورة قال لي أنت زعلان مع مراتك اضرابها كتير بيحصل كده أنت زعلان مع جوزك خصمي وأطعي وهجري وسيبي زلي والكلام ده كله دي مشورة يجي الواحد يشوفها كده نمرة واحد هل المشورة دي هتؤدي للصلاح يعني هل فيها خير الله لأن الله هو الصالح المشورة دي هتزود الخناء المشورة دي هتزود العنف واحد بيدرب أو كده المشورة دي ضد الكتاب المقدس فيبقى إذن دي مفاش صلاح الله نمرة اتنين وأهم حاجة أن هي ضد وصايا ربنا طبعا نمرة اتنين هل المشورة دي هتزود المحبة ولا هتقللها لأن المحبة ترمومتر مهم قوي للمشورة لأن الله محبة فلو المشورة في صف الله هتزود المحبة لو المشورة فيها خصام وفيها نوع من العنف ونوع من مثلا مسك سير الناس أو مشورة بطالة زي مثلا مشورة أخي توفل أنه جمع إبشلوم عشان ينقلب على داود فمفاش محبة خالص فأول حاجة وصايا الله وصلاح الله اتنين المحبة نمرة ثلاثة لازم الواحد يقرأ ما بين السطور يعني واحد بيقول لي مثلا اتصرف تصرف الفلاني أنا لازم أفكر يا ترهو عايزنا اتصرف تصرف دليل ممكن يبقى ليه أغراض شخصية طبعا هل بيجندني لحزب أو لخصومة معينة هل بي أن هو بيعمل شعبية لنفسه يعني برضو لو بمناسبة أخي توفل اللي احنا قلناه بتاريخ يقول أن أخي توفل كان عايز ينتقم من داود أخي توفل عايز ينتقم من داود بالرغم من أن أخي توفل كان مشيرا كان مشيرا لداود لكن كان شايله في قلبه خطيته مع بث شابع لأنها قربته سايح فكان زي ما تقولي كده خطية داود مع بث شابع كتغيزاه فلما صدق يطلع أب شالم ينتقم من فرح إدى مقشورة شر وبرضو كان خبيس خاف أن أب شالم يرجع يصالح أبوه ما هو وارد فحب يعمل القطيعة الكبرى بين الاتنين قال له اطلع اغلط مع السراري والأخره بتوع أبوك لأن دي معناها إهانة للأب ومعناها يعني نوع من التمرد وخلاص الانفصال يعني ونجح فيها وأخي توفل اداله المشهورة وأب شالم نفذ لكن في النهاية كان داود بيصال يا رب حمق مشهورة أخي توفل المهم لأن عايز أقوله أن أب شالم دا لو كان زكي كان يقرى بين السطور أنت أخي توفل راجل قاعد بتاكل وتشرب في خير داود عايز تنقلب عليه ليه لازم بيقى فيه سبب لازم أنا أحلل المواقف عشان أعرف ممكن واحد في الوظيفة عمال بيسخاني على المدير بيسخاني على المدير في النهاية عشان خطر أنا أخسر وفي النهاية رأى هو واحدة تقعد تسخن راجل على امراته عشان في النهاية يطردها ويصرف عليها هي يعني ما هو لازم برضو الإنسان يبقى حكيم ويقرى ما بين السطور